احنا اجرينا اجرينا بصراحة استطلاع على النمسا ميديا قلنا فيه من برأيك هو الأفضل للفوز في الانتخابات البرلمانية النمساوية المقبلة في 29 من سبتمبر الـ 24 هذا الاستطلاع شارك فيه 466 شخص 71% قالوا لك أنا سأختار الحزب الاشتراكي طبعا احنا اجرينا الاستطلاع على الصفحة يعني بغض النظر على من يحق له الانتخاب أو لا 9% قالوا نحن سنختار حزب اليمين حزب الأحرار 4% حزب الشعب و16% قال لك حتى لو كنت أملك صوت انتخابي لن أنتخب أحد ما بعرف السؤال لكم بصراحة كيف تقرأوا هالاستطلاع يعني 61% و71% هما قالوا لك أنا رح انتخب الـ SPO هنا فعليا 335 شخص من المستطلعين يعني إلى حد ما فينا نقول هذا الاستطلاع بيعبر عن المناخ العام إنه المهاجرين كلهم فيه اتجاه واضح فيه اتجاه واضح و1% لانتخاب الـ SPO ما بعرف كيف تقرأوا هذا وعي هذا تبرو أنا وعي أتمنى يكون هيك يعني عرفت كيف ما بس أني حتى النمساويين مثل ما قالت الدكتورة أنه شرق النمسا يا أخي يسمى أوسترايخ الأمبراطورية الشرقية أوسترايخ معناتها الأمبراطورية شرق النمسا هذا شرق أوروبا وعقليتهم واحد هدولي مانون هدول يعني فاعل العقلاني مزاجيين أكتر من عقلانيين مزاجي أكتر من عقلاني أنا أتمنى أنه هاي الإضاءة اللي طلعت ببريطانيا وفرنسا تأثر على الناخب النمساوي ويتعلم منه أنا بعرفك أستاذ رفعت أنت يعني من مشجعين بشكل أو بآخر لحزب الشعب ولكن هل تؤيد يعني هل فعلا ترى من السليم وصول اليسار هذه المرة للمستشارية هذا أفضل لنمسا هذا أفضل حاليا رغم تأييدك لحزب الشعب ولكن تترى ضرورة ضرورة وصول اليسار ضرورة طبعا لحتى يعمل توازن وترجع السياسة إلى طبيعتها بس ما أتمنع ما أقول ما عندي أمل يعني الناخب النمساوي ناقب من الغلاء وبدو ينتقم من اللي قاعب السلطة ولكن هل الحل التجاه لليمين يعني هل هذه النقمة الحل فيها لليمين أنا أعتقد أنه الحل ما في اليمين وما أعتقد أنه هي فكرة يعني ممكن الأستاذ حللة من ناحية نفسية لكن أنا بفتكر أنه التجربة مع أوفا بي ومع الفترة اللي فاتت كان في تدهور كان في يعني الناس رغم أنه مرات بتلقى التعبئة الإعلامية اللي بيعمل الـ FBO تحديداً عندها أثر الواضح عليه ممكن يقوم في منافسة بيبقى السؤال إذا وصلت مرحلة المنافسة FBO ولا الـ SBO هل هيحصل تحالف ما بينهم في البرلمان إذا أصلاً هي في النهاية طبعاً الـ SBO والأوفا بيهن قالوا أنه نحن لن نأتلف مع حزب الحرية فبالتالي يعني حزب الحرية أكيد لن يستطيع أنه أن يأخذ الأغلبية يعني ولا بأي حال أنه جاي على حكومة اندماج كبيرة بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي أنا أتمنى هذا لنشوف خلينا نأخذ معنا مشاركة من الزميل ملحم حايمور شو بقلنا عم بقول بالطبع يوجد تعاون بين أحزاب اليسار الأوروبي على مستوى البرلمان الأوروبي أما محلياً فكل بلد لها سياستها ولها برنامجها وليس بالضروري أن ينجح الاشتراك النمساوي الاشتراك النمساوي لأن الاشتراك الفرنسي أو البريطاني نجح أتفق تماماً مع وكاة هذه النظر وبيتمثل وكاة النظر برضو الآن ذكرتها أنه بريطانيا وفرنسا مختلفات تماماً يعني لا يمكن التعويل على أنه لأنه اليسار فاز في فرنسا أو في بريطانيا قد يفوز في النمسا يعني عندنا في النمسا العقلية الاقتصادية العقلية اللي بنفكر بيها مختلفة تماماً عن العقلية اللي في بريطانيا نعم وزي ما ذكرت المشاكل اللي موجودة هناك قير الموجودة عندنا في النمسا أنا بتمنى أنه طبعاً ما يفوز الـ بقوله بصوت عالي لأنه سياسته عدائية للمهاجرين للمهاجرات للإنسانية بشكل عام قره يعني بالنسبة لي قير مبرر إذا أنت أصلاً منتج وموجود في البلد وحتى الغير منتجين بتبقى المشكلة أنا ما بشوفها فيهما المشكلة في أنه السياسة بتاعة العمل أنك كيف أنت ممكن تدميجهم في هذا تدميجهم بالإيجابية في سوق العمل المفتاح نحن عارفين أن المفتاح لهذا المجتمع هو في اللغة نعم إذا أنا ما عندي قبل يومين قبل يومين دكتورة إشراقة تصديقاً لكلامي كان فيه لقاء مع عمدة فيينا ميخايل لودفيق على أحد الصحف صحيف الديبريسي أعتقد تحديداً فسألوه قالوله بفيينا في مشاكل أجانب في مشاكل لاجئين في مشاكل عنف أم قال لهم بكل بساطة هاي المشاكل ليست فيينا التي ساهمت بها قال أن يوجد مشكلة بتوزيع اللاجئين وفي الحق في الوصول للمساعدات الاجتماعية مختلفة ومتفاوتة ما بين الولايات فبالتالي المهاجر يرغب في فيينا هاي واحد بالنسبة للعنف وبالنسبة للمشاكل وبالنسبة للمشاكل العمل شو بيقلك قال سيد بيخيل لودفيق عمدة فيينا واللي هو بالس بيو واللي هو حاكم فيينا بأغلبية إلى حد ما يعني شبه مطلقة مع الحزب النيوز قال لك بالنسبة لموضوع المشاكل هاي ليست مسئولية فيينا هاي مسئولية وزارة الاندماج واللي هي قائمة عليها حزب الأوفوبي والتي هي فشل فيها بهذه النقطة